من صحيفة العربي الجديد التي تصدر عنوان حول معاناة لساء غزة في يومهن العالمي صدر صفحتها الأولى ونقرأ فيها يحملنا شعبا فوق أكتافهن اللساء الفلسطينيات في يومهن أو في يوم المرء العالمي يعانينا معاناة شديدة الصحيفة قالت أن أيام المرأة الفلسطينية في غزة عبارة عن مسلسل طويل لا ينتهي من الظلم والإبادة الإسرائيلية حيث تظهر السيدة الفلسطينية رمزا أو تظهر السيدة الفلسطينية كرمز للصمود والمقاومة والمعاناة معا ويحل اليوم العالمي للمرأة في وقت تواجه فيه النساء الفلسطينيات في قطاع غزة عضوانا إسرائيليا استهدفهن بشكل كبير إذ أن غالبية الشهداء هم من النساء والأطفال مع ذلك أن المرأة الغزية تقاوم بشدة وتصمد وتصر على البقاء ودعم عائلتها وأن من ضمن حياتهم الصعبة خلق بدائل رغم ندرة كل شيء تقرؤون أيضا مشاهدنا في صحيفة العربي الجديد عنوان آخر وهو ترحيل مفاوضات الهدنة بعد تعثرها ووفد حماس يغادر القاهرة للتشاور وتقديرات باستئناف المحادثات يوم الأحد المقبل في ظل تجديد نيتنياهو التهديد مجددا باشتياح رفح ترجمة نانسي قنقر